شاكتو بني اي اعلنت عن الاصدار جي بي تي فور بوينت فايف كمعينة بحسية على خطة البرو اللي هي بمئتين دولار وايضا عبر واجهة التطبيقات الخاصة بيها الاي بي اي للمطورين اللي حيشتركوا في هذه المعينة البحسية وبيقولوا ان الموضوع ده موجود بشكل مؤقت لان في المستقبل ممكن ما يكونش متاح للمطورين نظرا للتكلفة التشغيلية الخاصة بهذا النموذج متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد النهاردة على القناة وحنتكلم عن المعينة البحسية اللي اعلنت عنها شركة اوبن اي اي بتاريخ 27 فبراير 2025 عبر البلوغ الخاص بيها على موقع اوبن اي اي واللي بتقول فيه ان حاليا جي بي تي فور بوينت فايف متاح للمعينة البحسية ومعنى المعينة البحسية ان هو لسه شغالين عليه في عملية التطوير والتوسع في عملية التدريب وكان الهدف ان المستخدمين يجربوه ويشوفوا النتائج بتاعته وتعلا نشوف جي بي تي فور بوينت فايف ايه اللي بيميزه على النماذج الاخرى اللي بتشتغل بنفس الكيفية من المفترض ان هذا النموذج يتمتع بذكاء عاطفي كبير بالضبط كده زي ما اسمعت يتمتع بذكاء عاطفي كبير يعني يقدر ان هو يتتبع نوايا المستخدم وحنشوف الجزئية دي وبصراحة عجبتني الاجابة الخاصة بجي بي تي فور بوينت فايف من خلال هذه المعينة البحسية بالوقتي مع بعض حنكتشفها هنا هما بيقولوا ان احنا شغالين على توسيع نطاق التعلم غير الخاضع للاشراف وان التفكير المتوسع بيسموه كده انا عملت بس ترجمة لي الصفحة باللغة العربية بيعلم النموذج زي يفكر وينتج سلسلة من الافكار قبل الاستجابة او بالتالي يقدر يعالج مشاكل معقدة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة والمنطق المازج اللي هي زي open AI 1 و 3 mini بتعمل على تعزيز هذا النموذج التعلم غير الخاضع للاشراف بيخلي ان النموذج هو يستنتج الشخص اللي قدامه اي نواياه وبالتالي احنا هنشوف دلوقتي طريقة من الطرق اللي بيجاوب بيها جي بي تي 4.5 على الاسئلة وهم استخدموا مايكروسوفت ازور AI في تدريب هذا النموذج تعالوا نشوف مع بعض جي بي تي 4.5 بيجاوب ازاي هنا في سؤال جي بي تي 4.5 بيقولوله ما هي اللغة الاولى هنا جي بي تي 4.5 جاوب وقال نحن لا نعرف بالضغط ما هي اللغة الاولى ويعتقد العلماء اننا ربما لن نعرف ذلك على وجه اليقين لان اللغات المنطوقة ظهرت قبل وقت طويل من وجود السجلات المكتوبة لا توجد لغة اولى واحدة من المرجح ان اللغات بتتطور تدريجيا هيبتدي يقول الاصل في افريقيا واللغات البدائية وحيبتدي ان هو يتكلم بشكل منطقي اكتر في الاجابة كان ممكن يرد يقول اللغة الاولى هي اللغة الانجليزية مثلا انا بحبيت ان انا شارك معاكم شاة جي بي تي 4 او بيجاوب على السؤال ده ازاي سألته ما هي اللغة الاولى نفس السؤال اذا كنت تقصدين ما هي اول لغة في العالم فلا توجد اجابة قاطعة تمام نفس الاجابة بتاعت 4.5 لان اللغة الاولى لم تسجل تاريخيا لغة بدأت طورت مع طور البشر هنا 4.5 بيقولك نحن لا نعرف تقريبا نفس الاجابة اما اذا كنت تقصد ما هي اول لغة مكتوبة فهي اللغة السومارية التي استخدمت في الكتابة المسمارية في بلاد رفضين العراق حاليا اما اذا كنت تعانين ما هي اول لغة تعلمها الانسان فهي لغة الامة التي يتعلمها من البيئة المحيطة انا شايفة برضو الاجابة جيدة يعني فهي مشكلة ده بالنسبة لي المقارنة مع جي بي تي فور او في دقة في الاجابة على الاسئلة ومعدل الهلوسة اقل هنا عملوا مقارنة ما بين جي بي تي فور او وابن اي اي او وان وابن اي اي او ثري ميني من ناحية الدقة جي بي تي فور بوينت فايف هو الاعلى واخد اتين وستين بوينت فايف في المية اما بالنسبة لي معدل الهلوسة اقل واحد ايضا هو جي بي تي فور بوينت فايف واعلى واحد هو اوبن اي اي او ثري ميني احنا عرف لك كده من الشارت دي ان افضل واحد بعد جي بي تي فور بوينت فايف هو اوبن اي اي او وان في عملية الهلوسة الأقل يعني هنا الشرط ده مبني على أسئلة المعرفة المباشرة اللي هو Q&A simple Q&A التدريب على التعاون الإنساني مع المختبرين البشريين أو مع البشر ديك GPT 4.5 win rates versus GPT 4.0 يعني اللي هنا بيقيس الموضوع ده التفضيل البشري النسبة المقاوية حصل تعاون فيها ما بين البشر وما بين النموذج الذكاء الاصطناعي GPT 4.5 بيتفوق على GPT 4.0 هنا دي تقريباً النسبة الذكاء الإبداعي الاستفسارات المهنية والاستفسارات اليومية بيجمع ما بين الفهم العميق والتعاون المحسن بيكون منسجم أكتر في زي ما قلت لك ذكاء عاطفي أكتر وانا قلت لك في الأول حنشوف موضوع الذكاء العاطفي ده يعني مثلاً هنا المساعدة في الأوقات الصعبة أنا جيد كلمت GPT وقلت له أمر بفترة صعبة بعد فشلي في الاختبار فطبعاً هنا النموذج الذكاء الاصطناعي هقول لي أصفني طبعاً حقاً سمع أنك تمر بوقت عصيب وفي بعض الأمور اللي قد تفكر فيها تأمل اطلق الدعم تحدث مع معلمك حاجات إحنا عارفينها يعني مش محتاجين أن إحنا نسمح مثلاً من شات GPT أنت عايز أنه هو ياخد ويدي معاك يتكلم معاك هنا أنت قلت له أمر بفترة صعبة بعد فشلي في الاختبار قلت المين قلت الـ GPT 4.5 يقول لك آه أنا أسف حقاً اللي سمع ذلك قد يكون الفشل في الاختبار أمر محبت ولكن تذكر أنها مجرد لحظة واحدة وليست إنعكاس لشخصيتك أو قدراتك هل تريد التحدث عما حدث أما أنك فقط تحتاج إلى تشتيت انتباهك فتبتدي أن أنت تقول له لأ أنا عايز أتكلم فيرد عليك بتحس أن أنت قاعد مع حد بجد يعني شخص بيتفعل معك هنا إجابة عادية جداً إجابة رصت لك شوية نصائح كمان نشوف تحديد لوحة هنا السؤال بيقول ما هي تلك اللوحة القديمة أنت بتسأل على لوحة قديمة بتظهر فيها نساء يشعلنا النار في قوارب هن لأنهن سائمنا الحركة أعتقد أن الأمر يتعلق بروما هنا بيقولك أن اللوحة اللي أنت بتفكر فيها هي نساء كينديوس يحرقنا الأسطول للفنان كلاود لورين العمل الفني يستند إلى قصة من الأساطير الرومانية حيث أشعلت نساء كينديوس المتعبات من الصفر المستمر والراغبات في الاستقرار النار في سفونهن لمنع المزيد من الحركة هنا حيجاوب يقول أنت تفكر في لوحة نساء ترواضة يحرقنا أسطولهن للرسلام الفرنسي كلاود لورين تصور اللوحة نساء ترواضة وهن يحرقنا سفنهن منهكات من رحلتهن الطويلة وغير الراغبات في مواصلة الصفر أنشأ كلاود لورين هذه اللوحة في عام 1643 وهي مشهورة هنا الإجابة بتاع GPT-4 و GPT-4.5 يعني الإجابة كانت شوية متشابهة استكشاف الفضاء ما هي أفكارك حول استكشاف الفضاء لو جينا GPT-4.0 يعد استكشاف الفضاء أحد أكبر ويبتدي يرسلك الحاجات المتعرفة عليها هنا بيقول لك بقى 4.5 إن استكشاف الفضاء ليس أمرا قيما فحسب لأنه ضروري بعض الناس بقى بعد ما يحسوا أنهما حلوا كل المشاكل المرتبطة بالأرض فشايفين أنهما يروح يحلوا المشاكل المرتبطة بالفضاء ولكنه بيدعو أو يدفع إلى الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي نحن لن لا نستكشف الفضاء للهروب من الأرض ولكن لنستكشف الفضاء لفهم الحياة على الأرض وحماياته تمام الإجابة هنا أفضل هنا في تفكير أقوى يعني وأفضل هنا بالنسبة للأمان كله بيقول لك ما زادت قدرات النموذج كلما كانت بالنسبة لنحية الأمان بتاعه هيكون أعلى بيقول لك كيفية استخدام GPT-4.5 داخل شات جي بي تي هو هيكون موجود من ضمن قائمة النمازج يعني حتدوسع الدروب داون ليست القائمة المستدلة هتلاقيه موجود ولكن هيكون متاح فقط لمستخدمي شات جي بي تي برو اللي هو دافع 200 دولار في الشهر وبالنسبة بقى لبلس وتيم والمهواتف المفتوحة وسطح المكتب هيكون متاح في الأسبوع المقبل يعني فتمام أنا قلت مش هيبقى متاح لبلس وتيم ولكن هنا هما بيقولوا هيكون متاح الهواتف المحمولة وبالنسبة الويب آب على البلس وعلى التيم وبالنسبة لي مستخدمي الإدوكيشن والإنتر برايس هيكون في طرحه في الأسبوع التالي أعتقد من طرحه لبلس وتيم موجود بقى في وجهة برمجة التطبيقات للمطورين يعني وبيقولك أنه هو يعني حيكون متاح لفترة محدودة فلازم المطورين يسعوا إلى الاشتراك علشان يجربوه ويجي بي تي فور او هيكون أكثر تكلفة يعني التكلفة بتاعته وتكلفة التشغيل بتاعته عالية لأنه هو نموذج كبير ويتطلب الكثير من الحوسبة ده بالنسبة لإعلان عن جي بي تي فور بوينت فايف والمتواجد كمعينة بحثية لمستخدمي البرو وأيضا عبر وجهة التطبيقات للمطورين ولكن لمدة محددة ما بيقولوش أنه هو حيكون مفتوح على طول ومن المفترض أنه هو حيكون متاح للبلس وتيمز قريبا فنأمل يعني الأسبوع القادم نتمنى أنه هو فعلا يكون متاح ونقدر نحن نجربه مع بعض على قناة انفو تيك فور يو إحنا كده كو وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو النهاردة معلومة جديدة على قناة انفو تيك فور يو ما ننساش تدعمنا باللايك وشير والكومنت ولكن انت بشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته